العلاقات الأمريكية الروسية ربما قد تكون الأسوأ منذ أيام الحرب الباردة بين البلدين وخاصة منذ أيام الأزمة الكوبية عندما كانت لا يزال هناك اتحاد سوفيتي وكان هناك صراع وتنافس حاد روسيا كانت تأمل بأن يكون هناك هذا على الأقل ما يقوله الخبراء الروس وعدد حتى من الخبراء الأمريكيين أن الروس كانوا يأملوا بتحسن العلاقات في عهد الرئيس ترامب وذلك لأن المرشح ترامب والرئيس ترامب قال أكثر من مرة أنه يريد تحسين العلاقة وبناء علاقة وثيقة مع روسيا وأنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تكون العلاقات جيدة مع روسيا وعبر أكثر من مرة أيضا من خشيته من أن السياسات المتشددة تجاه روسيا ستدفع الصين وروسيا إلى أحضان بعضهم البعض وبالتالي هذا سيكون أمرا خطرا بالنسبة للمصالح الأمريكية نعم دكتور إدموند سمحت لي نعم دكتور إدموند لكن كيف يمكن أن نوفق بين تحليلك هذا من أن روسيا تمد يدها وتصافح الولايات المتحدة الأمريكية وبين اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا بالاختراق وبالتدخل في الانتخابات 2016 فعلا وهذه نقطة مهمة أولا المشكلة إحدى مشاكل الإدارات الأمريكية في العقود الأخيرة العقدين أنها أحيانا كثيرا ما توجه اتهامات دون أن تقدم الدلة على ذلك مثلا كانت هناك الاتهامات لحملة رئيس ترامب بأنها تواطأت مع الروس وأن الروس ساعدوا الرئيس ترامب على الوصول إلى البيت العديل بعد سنتين ونصف من التحقيقات التي قام بها المدعي العام المستقل رابرت مالر ظهر واعترف كان هناك اعترافات بأن هذا لم يكن هناك تواطئ بين الحملتين وأن الدور الذي لعبته شركات روسية كان دورا صغيرا جدا بالإضافة إلى ذلك حتى أن بعض الخبراء الأمريكيين والمسؤولين السابقين في وكالة الأمن القومي وهي أهم وكالة استخباراتية أمريكية وكان من بين هؤلاء الشخص الذي قام بتحديث الأجهزة في تلك الوكالة قال لأن أحد الأمور الأساسية كانت هي المشكلة وكانت اتهام الروس باختراق أجهزة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي لمساعدة ترامب وأنهم قدموا المعلومات نعم وضحت الإجابة هذا المسؤول ومسؤولين آخرين قالوا بأن المسؤولين الأمريكيين كانوا سيعلموا بأي اختراقات خلال الدقائق الأولى منذ عملية الاختراق وكانوا يعتقدوا بعضهم على الأقل بأن ما جرى كان هو تسريب من داخل اللجنة وأنه جاء من أشخاص كانوا ينتقدوا موقف اللجنة لأنها أيدت هيلاري على حساب السانيتر سون